السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائنا طلاب الصف السادس في درس جديد من دروس مادة الرياطيات الدرس الأول من الوحدة الأولى بعنوان الطلاقة في جمع وطرح وضرب الكسور العشرية الجزء الأول من الدرس أهداف الدرس استعمال التقدير للتحقق من معقولية نواتج الجمع جمع كسرين عشريين باستعمال خوارزمية الجمع والآن عزيز الطالب قم بفتح كتابك على صفحة رقم 7 وقم بقراءة مسألة حلو ناقش واستعمل الأدوات المناسبة وهي هنا شبكة الكسور العشرية ثم أوقف الفيديو وحاول أن تجيب عن السؤالين التاليين السؤال الأول كيف توجد الطول الكلي للأنابيب المتصلة؟ السؤال الثاني كيف يمكنك استعمال شبكة الكسور العشرية لتمثيل الطول الكلي للأنابيب ثم قم عزيز الطالب باستئناف الفيديو لنعرض عليك بعض حلول الطلاب ونناقشها معا أهلا بك مجددا عزيز الطالب حل وناقش تنشئ عائشة نموذجا لطحونة هواء من أجل معرض للعلوم وذلك بتوصيل أربع أنابيب من الورق المقوى رأسيا معا طول كل إنبوب ثمانية وعشرين جزءا من مئة متر ما الطول الكلي للأنابيب المتصلة؟ فلنشاهد معا حل خولة لقد قامت خولة بإحضار إنبوب ثم أحضرت شبكة الكسور العشرية وقامت بتضليل ما يمثل طول هذا الإنبوب على شبكة الكسور العشرية واستخدمت من أجل ذلك اللون الأزرق فلنشاهد معا ثم كتبت ثمانية وعشرين جزءا من مئة ثم أحضرت الإنبوب الثاني ولسقته رأسيا وظللت بنفس الطريقة ثم كتبت زائد ثمانية وعشرين جزءا من مئة ثم أحضرت الإنبوب الثالث ولسقته رأسيا ثم ظللت بنفس الطريقة ثم كتبت زائد ثمانية وعشرين جزءا من مئة ثم أحضرت الإنبوب الرابع ولسقته رأسيا ثم ظللت ثم كتبت زائد 28 جزءا من 100 لقد لاحظت خولها بأنها ظللت شبكة كاملة ما العدد الكلي الذي يعبر عن شبكة مظللة بالكامل؟ أحسنت إنه الواحد فكتبت يساوي واحد ثم قامت بعد المربعات المظللة من الشبكة الأخرى فكانت 12 مربعا فكتبت 12 جزءا من 100 لقد استخدمت خول الجمع المتكرر وحصلت على الناتج 1 و 12 جزءا من 100 أما فاطمة فقد قامت بإحضار الأنابيب وسجلت طولها وشكلت نموذجا مكونا من أربعة أنابيب متصلة رأسيا معا ثم لاحظت بأن لديها أربعة أطوال متطابقة فأحضرت شبكة الكسور العشرية واستخدمت قلم الرصاص وتدريجات اللون الرمادي في قلم الرصاص من أجل أن تمثل أربع مجموعات تعبر عن الأطوال المتطابقة فلنشاهد ماذا فعلت فاطمة لقد كتبت فاطمة أن لديها في كل مجموعة 28 مربعا من 100 فكتبت 28 جزءا من 100 وأن لديها أربع مجموعات متطابقة فضربت في أربعة ولقد توصلت إلى نفس الإجابة التي توصلت إليها خولا أي 1 و 12 جزءا من 100 عزيز الطالب إذا كان حلك مطابقا لحل خولة أو لحل فاطمة فإن حلك صحيح ولكن إذا كانت إجابتك مغايرة فعليك مراجعة حلك والآن عزيز الطالب قم بالانتقال إلى صفحة رقم 7 وأوقف الفيديو ثم أجب عن السؤال ثم أكمل الفيديو بعد إنهائك للحل أهلا بك مجددا عزيز الطالب التركيز على ممارسات الرياضيات ابحث عن العلاقات افترض أن عائشة أنشأت نموذجا آخر لطاحونة الهواء بتوصيل أربع أنابيب من الورق المقوى رأسيا معا طول كل منها اثنان وثمانية أجزاء من عشر متر ما الطول الكلي لهذا النموذج؟ ما العلاقة التي لاحظتها في العوامل التي استعملتها هنا وفي الأعلى؟ اشرح كيف يساعد ذلك على حل المسألة الحل فلنشاهد هذا النموذج معا إن لدينا أربعة أطوال متطابقة فسنكتب اثنان وثمانية أجزاء من عشر ضرب أربعة لنعبر عن طول هذا النموذج إن مسألتنا هذه تشبه حل فاطمة في المسألة السابقة نلاحظ من خلال مقارنتنا لهاتين المسألتين بأن الأرقام في كلا العاملين متطابقة لدينا هنا ثمانية وثمانية هنا اثنان هنا واثنان هنا وأربعة هنا وأربعة هنا ولكن الاختلاف في موضع الفاصلة العشرية وبما أن أرقام العوامل متطابقة فإن أرقام الناتج أيضا ستكون متطابقة أي سيظهر لدينا في الناتج هنا واحد وواحد واثنان ولكن نلاحظ أن مجموعة المنازل العشرية هنا منزلتان عشريتان وبالتالي فإن على يمين الفاصلة العشرية هنا رقمان فقط أي أن الناتج هنا ستظهر فيه فاصلة عشرية على يمينها رقم واحد أي أن موضع الفاصلة العشرية سيكون بالتحديد هنا والآن عزيز الطالب فلننتقل إلى السؤال الأساس السؤال الأساس كيف يمكنك جمع وطرح وضرب الكسور العشرية إنما يهمنا في درسنا لهذا اليوم هو كيف يمكنك جمع الكسور العشرية وهذا ما سنتعلمه في المثال القادم المثال الأول صفحة ثمانية تسابق بدر وجاسم في قطع مسافة خمسين مترا سباحة استغرق جاسم ستة وعشرين جزءا من مئة ثانية أكثر من بدر ما الزمن الذي استغرقه جاسم لقطع مسافة السباق الحل فلنشاهد السباق معا ها قد وصل بدر ثم ها قد وصل جاسم إن زمن بدر هو خمسين وتسعة أجزاء من عشر ثانية ومن أجل إيجاد الزمن الذي استغرقه جاسم سنستخدم لوحة الأجزاء إن زمن جاسم يتكون من جزئين زمن بدر وستة وعشرين جزءا من مئة ثانية أكثر ولكننا نعلم أن زمن بدر هو خمسين وتسعة أجزاء من عشر ثانية أي أننا من أجل أن نجد زمن جاسم سنجمع هذين الزمنين ولكننا سنقدر أولا بتقريب كل عدد مضاف وسنقرب إلى المنزلة التي تسبق أصغر منزلة لاحظ العدد الأول إن على يمين الصفر تسعة أي أن الصفر ستصبح واحدا أي أن هذا العدد سيصبح واحد وخمسين بينما العدد الآخر فإن على يمين الاثنان ستة أي أن الاثنان ستصبح ثلاثة أي أن هذا العدد سيصبح ثلاثة أجزاء من عشرة واحد وخمسين زائد ثلاثة أجزاء من عشرة يعطينا واحد وخمسين وثلاثة أجزاء من عشرة والآن فلنوجد المجموع 59 أجزاء من 10 زائد 26 جزءا من 100 لاحظ بأن عدد الأرقام على يمين الفاصلة العشرية في العدد 26 جزءا من 100 رقمان بينما العدد 59 أجزاء من 10 فلديه رقم واحد ماذا سنفعل؟ أحسن سنضيف صفرا لكي يصبح عدد المنازل العشرية متساويا أي أن 59 أجزاء من 10 ستصبح 50 وتسعين جزءا من 100 ثم سنحاذي العدد الآخر أسفل هذا العدد نضع الأجزاء من 100 أسفل الأجزاء من 100 والأجزاء من 10 أسفل الأجزاء من 10 والفاصلة العشرية أسفل الفاصلة العشرية والعدد الصحيح أسفل العدد الصحيح فلنقوم الآن بالجمع 0 زائد 6 ستة 9 أجزاء من 10 وجزئين من 10 11 جزءا من 10 نقوم بإعادة التجميع أي نضع واحدا من عشر هنا وواحدا في الأعلى ننزل الفاصلة العشرية ونجمع واحد وصفر وصفر يعطينا واحدا وننزل الخمسة أي أن الناتج واحد وخمسين وستة عشر جزءا من مئة إذن قطع جاسم مسافة السباق في واحد وخمسين وستة عشر جزءا من مئة ثانية المجموع واحد وخمسين وستة عشر جزءا من مئة قريب من التقدير واحد وخمسين وثلاثة أجزاء من عشر إذن حلنا معقول والآن عزيز الطالب قم بإيقاف الفيديو ثم اذهب إلى صفحة رقم ثمانية وقرأ المثال رقم واحد وتتبع الحل بصريا ثم حاول أن تجيب عن السؤالين التاليين السؤال الأول ما أهمية محاذاة الأرقام بحسب قيمها المنزلية عند جمع الكسور العشرية السؤال الثاني لماذا أضفت صفرا في منزلة الأجزاء من مئة في العدد خمسين وتسعة أجزاء من عشر عند جمعه مع العدد ستة وعشرين جزءا من مئة والآن عزيز الطالب قم بفتح كتابك على صفحة ثمانية ثم أوقف الفيديو وأجب عن السؤال حاول أن تحل ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل أهلا بك مجددا عزيز الطالب حاول أن تحل افترض أن جاسم أنهى السباق بعد بدر بمقدار سبعة وأربعين جزءا من مئة ثانية كم كان زمن جاسم في السباق؟ استعمل التقدير للتحقق من معقولية الإجابة الحل سنقوم بجمع خمسين وتسعة أجزاء من عشر وسبعة وأربعين جزءا من مئة نلاحظ أن سبع وأربعين جزءا من مئة لديها رقمان على يمين الفاصلة العشرية بينما خمسين وتسعة أجزاء من عشر لديها رقم واحد سنضيف صفرا إلى خمسين وتسعة أجزاء من عشر ثم سنحاذي العدد الآخر أسفلها ثم نجمع صفر وسبعة سبعة تسعة أجزاء من عشر وأربعة أجزاء من عشر ثلاثة عشر جزءا من عشر نضع ثلاثة هنا وواحد في الأعلى تذكر إعادة التجميع ثم ننزل الفاصلة العشرية واحد والصفر والصفر يعطينا واحد ثم ننزل الخمسة والآن فلنتحقق من معقولية الإجابة سنستعمل التقدير كما استعملناه في المثال السابق إن الصفر على يمينها تسعة أي أنها ستصبح واحد وخمسين وبنفس الطريقة إن على يمين الأربعة سبعة أي أن الأربعة ستصبح خمسة أي أن هذا العدد سيصبح خمسة أجزاء من عشر وناتج الجمع يساوي واحد وخمسين وخمسة أجزاء من عشر إن تقديرنا قريب من المجموع إذن حلنا معقول والآن عزيز الطالب قم بإيقاف الفيديو ثم أجب عن سؤال أقنعني ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل أهلا بك مجددا أقنعني إذا أنهى جاسم السباق بعد بدر بمقدار مئتان وسبعة وستين جزءا من ألف ثانية فعليك أن تجمع مئتان وسبعة وستين جزءا من ألف مع خمسين وتسعة أجزاء من عشر لحل المسألة ما الفرق بين جمع مئتان وسبعة وستين جزءا من ألف وخمسين وتسعة أجزاء من عشر وجمع ستة وعشرين جزءا من مئة وخمسين وتسعة أجزاء من عشر الحل فلنكتب الحل السابق بشكل سريع ثم فلنوجد المجموع خمسين وتسعة أجزاء من عشر زائد مئتان وسبعة وستين جزءا من ألف نلاحظ أن مئتان وسبعة وستين جزءا من ألف لديها ثلاثة أرقام على يمين الفاصلة العشرية بينما خمسين وتسعة أجزاء من عشر لديها رقم واحد أي أننا سنضيف صفرين أي ستصبح خمسين وتسعمائة جزءا من ألف ثم سنقوم بمحاذاة العدد الآخر أسفل هذا العدد ثم نجمع صفر وسبعة سبعة صفر وستة ستة تسعة واثنان أحد عشر واحد هنا وواحد في الأعلى ثم ننزل الفاصلة العشرية واحد وصفر وصفر واحد ثم ننزل الخمسة إلى هنا أعزاءنا الطلاب نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية درسنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم مجددا نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته